دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ضرورة تطوير نموذج جديد في الهيكل المالي العالمي يعتمد على الناس والأخلاق والإنتاج والمشاركة قال أردوغان خلال مشاركته في الاجتماع التعريفي لوثيقة التمويل التشاركي للسراتيجي في إسطنبول أمس الاثنين قال إن تركيا تقدم كافة أنواع الدعم لبناء هيكل مالي جديد بديل للهيكل المالي الحالي الذي أصبح غير مستدام وأضاف أن الخطوة الأولى في تغيير تصور المجتمع حول مؤسسات التمويل التشاركية هو تغيير اسم المصارف التشاركية لا تتعامل بالفائدة إلى مؤسسات التمويل التشاركية وقال أردوغان هناك تصور لدى مجتمعنا بأن مؤسسات التمويل التشاركية لا تختلف عن المصارف كنظام والخطوة الأولى لتغيير هذا التصور هو تبديل اسم البنوك التشاركية إلى مؤسسة التمويل التشاركية أضف أن نظام التمويل التشاركي هو أحد الأدوات المالية البديلة التي تعطي أولوية للمشاركة والإنتاج والقيم الأخلاقية وذكر أنه خلال السنوات الماضية حاولت جهات لم يسمها بشتى الوسائل عرقلة إدارة تركيا عبر مختلف المؤامرات ومحاولات الانقلاب كان آخرها استهداف اقتصادنا على حد تعبيره وأشار إلى أن المؤامرات تريد تحويل تركيا من دولة قادرة على إدارة شؤونها إلى دولة متراهلة على حسب تعبيرها